موسيقى السهل الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصل زي معودنا حضراتكم دايما بنحاول نلقى الضوء على شائعة انتشرت في الفترة الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبيكون دورنا إما إثبات هذه الشائعة وصحيتها أو نفيها والشائعة اللي انتشرت في الأيام السابقة كانت فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد وانتشر أن هناك أن بعض من الإعفاءات الجمركية السابقة في إطار قانون الجديد تم إلغاءها تماما وده طبعا اللي وصل لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء واللي بدوره اتصل وتواصل مع وزارة المالية المعنية بإثبات أو نفي هذه الشائعة واللي نفى تماما هذه الشائعة عن فكرة أو إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في ظل قانون الإعفاءات الجمركية الجديدة وأوضح المركز الإعلامي أن الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية ونفت تلك الشائعة مؤكدة أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية طيب خلونا طبعا فيه نص النفي طويل ولكن خلونا نسمعه أكتر من الأستاذ محمد البهي رئيس لجنة الدرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية أستاذ محمد تحياتي لك أستاذ محمد أيها كانت يعني هذه الشائعة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد والإنتجرة أن الإعفاءات السابقة تم إلغاها تماما تعليق حضريك على هذه الشائعة يعني هو طبعا القانون لم يصدر بعد وأنا معرفش أشياء عد تبنى على إيه يعني أنا معرفش حتى اللي بيطلق سائعة حتى ما بيشرش إلى مرجع معين أو إلى نص موجود في أي مكان النهاردة القانون بيناقش في مجلس النواب السيد وزير المالية عند أعداد القانون كان بيهدف تفسيط الإجراءات وسرعة الإفراج عن الرسائل الواردة واعتقد أن احنا نقشنا القانون مع وزارة المالية واستاذة متشار الوزير والقانون تقريبا ليسهل ولا طبعا يضع أي نوع من العقابات أو الصوابات ولم يتعرض إطلاقا لموضوع العفاية يعني ما فيش نص حتى ولا يعني حتى من قريب أو بعيد لهذا المعنى اللي جهت في هذه الشائعة هذا القانون يا فندم أن طبعا تبقى ليه رؤية القيادة السياسية يعني تحول الرقم لكل المنظومة الضريبية أو لكل الإدارات في مصر فهو بيعمل النهاردة على الرابط الإلكتروني وزي ما قلت لحضرتك أنه حتى في بعض الرسائل بيتم الفحص اللي هو قبل الشحن في بلد المنشأ بحيث أنه بيفرج عن هذه البضايا لتحسين طبعا مستوى مصر التنافسي في العالم من خلال سرعة الإفراج عن الرسائل تمام طيب دلوقتي من ضمن القانون الجديد عشان دي نقطة تخص ناس كتيرة جدا بيقولوا أن استماح بتقسية الضريبة الجمهورية المستحقة على الألات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزمتها موقع هيك توضحينا النقطة دي تمام ده نص مستحلس وما كانش موجود وأعتقد أن معالي الوزير هو طبعا محاس للصناعة وأعتقد أن الدول كلها حتى الدول اللي بتصنف أنها دول عظمى بيبقى ترتبها دائما متقدم نتيجة تقدمها الصناعي فده دي رؤية الدولة نفسها وأعتقد أن ده نص يعني يشجع كثيرا لأن يعني بيعمل على توفير السيولة لدى المصانع عشان تستطيع أنها تستكمل مشارعها إذا ما تم تقسيط الضريبة على فترات لاحقة على الإخراج عن الألات طيب أستاذ محمد هذا القانون من المقرر أنه يتم إقراره إمتى أو التصديق عليه إمتى بالاسبوع الماضي أظن تم منقشيته في مجلس النواب وإحنا أرسلنا منذوب من لجنة الجمارك وأعتقد أن أحنا يعني أرقنا المتعلقة بالقانون في المناقشة وزي ما قلت الحديثة إحنا ما ديناش تحفظات لأن إحنا متوافقين تقريبا مع الوزارة في كل شيء أعتقد أن القانون سيمر سريعا إن شاء الله بعد عرضه على الجلسة العامية طيب سريعا جدا يعني أي قانون لما بيتم تعديله أو تحديثه بيكون الهدف منه تفادي عوار سابق واستحداث تسهيلات زي ما حليك ذكرت إيه الأهم العوار أو العوار اللي هيتم تجنبه في القانون الجديد كانت الدولة أو بيرجع على الدولة بالدرد بص حياتك هو طبعا يعني 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 الوزير محمد معيط هو طبعا الوزير الوحيد تقريبا اللي عنده خبرة وزير سابق يعني هو عارف كل المشاكل الموجودة في كل القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم وأعتقد أنه فتح كل الملسات في وقت واحد يعني النهاردة فيه قانون ضرائب جديد وفيه تعديلات فيه قانون القيمة المضافة وفيه أيضا قانون الجماري في الجديد والتعريفة أيضا تم إرسالها من قبل المجلس النواب زي ما حياتي في ذكرتي هو الهدف من الموضوع إزالة اللبس أو الجمل الاتفادة اللي تقبل يعني أنها تقول هنا النهاردة نص القانون الجديد نص واضح وملزم وليس فيه لبس عند التطبيق وأتصور أن ده كان الهدف من تنقية القوانين من فكرة الجواز أو الجوازية يعني بعد ما يحطوا نقيمات نص في القوانين بيضعوا أن يجوز مثلا دي الموظف أن يفعل كذا وكذا النهاردة هذا القانون اللي بعد كده بنطلق عليها ثغرات في القانون بالضبط في كل القوانين السابقة وأنا بتصور كمان أنه أيضا فيه في القانون نص مهم أنت عارفة مصر مصرمية الأطراف وفيه طبعا يعني سواحل كثيرة جدا فبيتم التهريب بشكل ممنهج فالقانون هنا أعطى طبعا السلطة للجمارك أن هي تراقب حتى خارج الدائرة الجمهورية وإذا تعتبر نص مستحدث القانون نعم بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد البهي رئيس لجنة الدرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية على هذا التوضيح إذن زي ما ذكرنا لحضراتكم وجاء على لسان أستاذ محمد بهي أن القانون أصلا لسا ما صدرش واستعجب أن بالفعل تم نشر شائعات عليه ويمكن ده يعكس أن الموضوع متعلق بفكرة الوعي أن شائعة تنتشر وهي أصلا لسا قانون لم يتم التصديق عليه أو الموافق عليه بشكل نهائي فده يعني أن إحنا كشعب مننقل الشائعة بنا وبنبعض حتى من غير ما نكون متأكدين أن أصلا القانون ده موجود طيب دي كانت الشائعة اللي معنا النهاردة مع حضراتكم اللي دايما بنحب إما نسبتها أو ننفيها طبعا عشان يكون ده دورنا ومعنا طبعا الموضوع الأساسي النهاردة ويمكن إحنا كتير جدا بنسمع كلمة مصر دولة شابة مصر دولة تعداد الشباب فيها أكبر من أو أقل من سن الأربعين يعني بنتكلم في سلسي سكان مصر أقل من سن الأربعين ودي ميزة اقتصادية وستراتيجية قوية جدا ده بيعطي للدولة قوة كبيرة جدا وده اللي لازم الدولة بتحطه قدام عينيها وبتهتم بيه بشكل كبير إن هذه الطاقات وهذه القدرات قدرات الشباب اللي بيكون عندها طاقة وإبداع وابتقارات لازم تحتويها بأي شكل وده يمكن السياسة اللي تبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مونسو توليه الحكم في فكرة تبني الشباب وأفكار الشباب واحتواءهم والاستماع لهم ودي كانت نقطة مهمة جدا ربما كنا مفتقدينها في سنوات طويلة واللي شفناها مترجمة بشكل كبير في مؤتمرات الشباب اللي بتعقد بشكل دوري من فترة إلى أخرى أيضا من خلال تبني الشباب اللي لديه ابتقارات واختراعات مختلفة أيضا بيتم احتواءهم توفير فرص عمل ليهم لسحب هذه التقاط واستغلالها أمسل لاستغلال الأمسل يعني إذن هي مساعي من الدولة لاحتضان الشباب بشكل عام وطبعا بنشوف البرنامج تأهيل الشباب وشوفنا بالفعل أخرج عدد كبير جدا من الشباب لتولى مناصب قيادية كبيرة نواب ومستشارين للمحافظين والوزراء وما إلى ذلك إذن هي خطة وضعها الدولة لحسن استغلال قدرات الشباب وده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة وفيه موضوعنا من همزة واصلة من خلال الإجابة على سؤال حلقة اليوم وهي كيف ترى جهود الدولة في النهوض بقدرات وتقاط الشباب هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج على صفحتنا على الفيسبوك على همزة واصل يجيب طبعا قبل ما نبدأ نقاشنا مع الخبراء والمختصين في موضوع حلقة اليوم لازم نستعرض أراء حضراتكم ونسمع أراء حضراتكم اللي دايما بيجينا على صفحة البرنامج واللي هنروح فيها للزميلة حنان عاطف مساء الخير حنان مساء الخير ميرفت ومساء الخير على حضراتكم مشاهدين ومتابعين في كل مكان عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتحديدا موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عبر همزة واصل يجي هو العنوان الدائم والرسمي للتواصل معنا في سؤال حلقتنا النهاردة الحقيقة مشاهدين جلنا عدد كبير من تعليقاتكم وكمان أفكاركم وجهات نظركم خليني على طول نستعرض مجموعة من المشاركات على طول مع عنصر نسائي أستاذة دينا الشرقاوي بتقول لنا في رسالتها الدولة قامت بمجهودات كبيرة في إطار النهوض بالشباب وتقلدهم أعلى المناصب في الدولة طيب نروح لرأي تاني من أستاذ أيمن رمضان الأنصاري بيقول فيه جهود الدولة في النهوض بقدرات وطاقات الشباب بأنه على الدولة أنها تسعى أكتر لاحتواء الشباب للنهوض بقدراتهم ومش بس كده كمان الاستفادة من الطاقة المجبوطة لأنه النهوض بالوطن لا يأتي إلا باحتواء الشباب لأنهم مستقبل الوطن اللي جاي جيل من بعد جيل وده هيكون من خلال النظر للمعوقات اللي بتأخرهم على النهوض والسعي لحلها هي دي الريادة تحية لصانع القرار لأنه مثل تلك الخطوات هتعطي انتماء وكمان هتعطي انطباع للشباب بأنهم في الحسبان أو في فكر صانع القرار تحية جمهورية مصر العربية للأبد برجالها المخلصين القائمين على نهضة وطن والجندي المجهول والحمد لله أشكرك أستاذ أيمن على المشاركة خلينا مشاهدين نروح لتعليق تاني من محمود الضوي هو صديقنا الدائم في همزة وصل بيقول لنا في رسالته شايف أهمية التواصل بين ملتقى مؤتمرات طاقات الشباب بالوطن للارتقاء بالأمة صحة وعلم وإنتاج ورؤية استراتيجية برعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شباب مصر في كل ربوع الوطن هم عمل رائع جدا بيثبت التقدم والسلام ودعم الشباب على تقدم الوطن لكل الأجيال الصاعدة برؤية وأمل وتفاؤل وتحقيق طموحاتهم للوطن بإتقان إرادة وجودة الوقت الإيجابي كجندي مجهول يعني مشاهدينا دي كانت بعض آراءكم ومشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالطبع أنا هنا من داخل غرفة المتابعة الإلكترونية أنتظركم على مدار الحلقة مزيد من الأراء ووجهات النظر عبر همزة واصل إيجي لكن خلونا ناخد رأي المختصين والمحللين عبر الاتصالات الهاتفية هرجع مرة تانية لزاملتي ميرفت إليك شكرا لك حنان وطبعا شكرا لكل المشاركات اللي جات لنا على صفحة البرنامج ولما بنتكلم عن الشباب بنلاقي مفردات دايما موجودة زي ما جات في تعليقات حضراتكم نكلم عن أمل وتفاؤل وطاقة وده اللي احنا بنتكلم فيه فكرة أن استغلال هذه الطاقة وهذه كفاءات وهذا الأمل هو ده اللي بتسع ليه الدولة في الفترة السابقة ومكملة في برنامجها في احتواء الشباب بأكبر قدر بنتكلم على توجهات كتيرة جدا للدولة تناسب مع كل شاب وقدرات كل شاب توفير فرص عمل بيكون الهدف الرئيسي تقليل نسب البطالة اللي بيعلن عنها إنها بتقل بنسب كبيرة جدا ده أيضا من ضمن أهداف الدولة وخلونا نتكلم عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي الدولة أولت لها اهتمامات كبيرة جدا في الفترة السابقة واللي يمكن همزة وصلة كان ليه دور في توصيل الجهتين ببعض شباب استمع ليه حلقة سابقة من همزة وصلة من خلال التعرف على كل الامتيازات اللي بتقدمها الدولة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما بين الجهاز اللي بالفعل بيوفر هذه الفرص ومعنا للحوار والحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب قد إيه عنده طاقة إنه هو يبدأ مشروعات سواء عندك خبرة ما عندكش خبرة كل ده ممكن الدولة تعرف توظفه بشكل كبير وبتوفر له فرص عمل خلونا نتكلم مع الأستاذ ياسر السقة وهو مدير اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللي موجود معنا عبر الماسنجر أستاذ ياسر تحياتي لك أهلا وسهلا بك خبرة أهلا بحرية كيمكن طبعا هيك كنت معنا في حلقة سابقة وتحدثنا عن التسهيلات المقدمها الدولة من خلال مبادرة السيد الرئيس بتوفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللي حرية ذكرت لي أنه بالفعل من خلال متابعة الحلقة تم التواصل معها من عدات كبيرة جدا من الشباب وبالفعل تم انتقاء من يتوافر فيهم هذه الشروط خلينا ندخل مع حضرتك في فكرة التسهيلات اللي ممكن الدولة بتقدمها لأي شاب مهما كانت إمكانياته والاحتواء كل طاقة تكون موجودة عند أي شاب أنا حقول لحضرتك على بفاجأة الحلقة اللي فاتت في حد تواصل معايا مصري هو مستور لولعات الولعات بتاعة الغاز بتاعة البتاجزات والولعات اللي احنا بنتستخدمها ب2 جنيه أو ب3 جنيه هو التواصل معنا وقدر يجب لنا كمان مستثمر صيني يأخذ عشر مصانع هو بيه هو مستورت حيوقف الإسترات بتاع المنتج بتاعه وفي نفس الوقت حنعمل المصانع دي صناعات داخل المنطقة الصناعية اللي هاتم يتغم عبارة عن عشر مصانع حنعمل المنتج كله اللي هو الآلي كله هناك وحنوزع على المناطق اللي هي مجورة لنا عن زيد كسافة العمالة كمان وفي نفس الوقت الاستثمارات بتاعة الموضوع كله عبارة عن حاجات بسيطة جدا اللي هي التأمين بتاع المكان نفسه ده أو لو هو في مكانه في بيته أو في الولشة بتاعته برة المنطقة الصناعية ممكن يشتغل ويجمع وهو المستور ده عليه تسويق في السوق المحلي والتصديق لخارج مصر ده بالتعاون مع البرنامج بتاع حضرتك الأسبوع اللي فات وفي الحقيقة برضو التعاون هنقول من وزارة الاستثمار اللي هي وفرك الوحدات دي جاهزة بحق انتفاع بأفعار مخفضة والقطاع الخاص ممثل في المستثمرين اللي هم بيخشهم في تسويق المنتج مضلوب من الشاب انه هو لو ما عندهش فكرة يتقدم لنا أو يتقدم للدولة يقول ان انا عايد اعمل مشروع يكون عنده استعداد وعنده مبلغ بسيط هنوفر له الدعم هنوفر له المكان هنوفر له الدعم المادي هنوفر له التسويق كمان هي اللي اهم نقطة احنا ممكن نساعد فيها طيب دلوقتي احنا اكتبت حدست ان بعد الحلقة تم التواصل بشكل كبير ليه لم يكن هناك اي وسائل تواصل اخرى اللي مع الشباب عشان تجذبوا اكبر عدد من الشباب ربما فيه شباب كتير لسه ما يعرفش عن هذا البرنامج وهذه المبادرة وهذه التسهيلات اللي بتقدمها الدولة اللي زي ما حليك ذكرت يمكن في كل القطاعات وفي كل المجالات دون اشتراطات لا في الحقيقة احنا عندنا طبعا تتعرض طبعا البنية التحتية اللي محتاجها المصنع محتاجين مصنع عدد كبير جدا محتاجين بنية تحتية الدولة بقالها تلت سنين او اربع سنين شغالة ليه النهار دي قوات المسلحة عن طريق الشركات الخاصة عن طريق الشركات الحكومية عمل بنية تحتية حاليا احنا بدأنا نطلع من تحت الارض يعني احنا في السنة دي عشرين عشرين هيخش من عندنا من مزارة الاسمار ومن الاتحاد عشرين واحد وعشرين واحد 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 وعشرين هيخش الف مصنع التجهيز لهم بياخد وقت شوية الانشاء بياخد وقت شوية مثل احنا بنقبل الطلبات من الناس بنحطهم على قامة الانتظار نساعدهم دراسات الجدوى بنجازهم دراسات الجدوى وبنوصلهم بالمستثمرين اللي هم هيخش معهم التركات بنعمل معهم عقود مع البنوك يعني عبارة عن فترة مثلا تحصلها الست شهور يديلوا الموافقة حيث ان اول ما استلم الواحدة بتاعتي يدخلوا الفلوس على طول مباش فيه تأخير كل المشاكل اللي احنا كنا بنعاني منها الفطر الفاتر الحمد لله 80% منها اتحل وان شاء الله حنشوف تفرج جبيرة جدا السنة من بداية من السنة الجاية تفرج جدير جدا هنحد من السلعة كتيرة هنبدأ نصدر سلعة بفايدة عندنا عندما فيه خط ملاحي بدأ يتعامل مع شرق افريقيا بدأ في خط الاسبوع اللي فاد عندنا الطرق اللي اتمدت من اتحاق جمهورية مصر عربية سهلت على المنتجين انه هي صنع في ايه من منطقة من اسرائيل او من واجب بحري ودي للمواني بتاعتنا عندنا التسهيلات اللي قدمتها البنوك بالمبادرة 5% عندنا المباني اللي احنا اتبادئنا نجديها للناس حاسينا بالمصر كتمليج حجبا ضغط عليها دينا لها حق انتفاع يدفع مؤدم بسيط جدا بيدفع تأمين بسيط جدا وحتى التأمين كمان ممكن يعملوا وديعة في البنك ويجيبوا اخطاف ضمان به يعني كمان يستفيد بالتلوث اللي هي بحطها دي مش هتروح عليه في الارض في نفس الوقت نزلنا المساهمة الذاتية للمشاريع اللي نسا باد اكتت وبنوك بترفض ضخ تمويلات للمشاريعات الجديدة اللي في حدود معينة وصلناها ل25% من المستثمت و75% من البنك ده نسبة كويسة جدا ده ياخدنا النقطة مهمة جدا فكرة طبيعة المشروع هل هذه المبادرات بتمول طبيعة مشروعات معينة ما بتقلش عنها او ما بتزيدش عنها يعني بتدخل تحتها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وايضا المشروعات الكبيرة كمان المشروعات المتعثرة لو في حد مصانع متعثرة او مشروعات متعثرة بص هي حضرتك بالدعم متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الغير رسمي والمصانع اللي هي المتعثرة اي حاجة من دولت احنا مستعدين لو هو قطاع غير رسمي انا عندي المية مصنع بتوع مية غمر منهم حوالي 40 مصنع قطاع غير رسمي ده يديني حاجة كمان ده بيعتبر بالنسبة لي خبرة ده انا ممكن اديله بنسبة مساهمة ذاتية 10% يعني هو لو عنده خبرة في المجال ده وحيطلع من القطاع الغير رسمي القطاع الرسمي هو مطلوب منه انه الماكينات بتاعتي دي بنقيمها لو طلعت هي بعشرة في المية بنقول له بـ 20% بفايدة 5% ولمدة 5 سنين وتوصل لعشرة سنين كمان في بعض الصناعات وبديره فترة السماح من 6 شهور وبعض المشروعات بتوصل لسنة وشوية يعني حضرتك حتى الايجار بتاع المصانع اللي احنا بنيديها للناس ما بناخدش منه ايجار الا بعد سنة من استلامه للوحدة يعني انا باخد منه التأمين باخدش منه اي ايجار الا بعد سنة يعني دي فترة كويسة جدا انه هو البنك ما بناخدش منه كدفع او كحاجة من القرد الا بعد 6 شهور لسنة وانا كمالك للوحدة او كوزارة مالكة للوحدة ما باخدش منه ايجار الا اخر السنة يعني انا بدي له فرصة انه هو يركب مكانه وانه هو يعمل التجارب بتاعته وفي نفس الوقت بربطه بشركات التسويق بربطه بشركات الجوزة بربطه بعمله منطقة جمركية خاصة جوه جوه المنطقة يعني اذا ليس على الشاب اللي بسمعنا دلوقتي غير انه هو يتوجه لحضرتك ويا حضرتك كمان بترشح له المشروعات اللي ممكن يقدمها بتوقف معاه من اول انشاء المصنع وتأهيله وتدريبه وحتى عملية التسويق كمان للمنتج اللي هيختاره كل ده بيكون من خلالكم وفي عندنا كمان شجات في عندنا وزارة الاسمارة عندها شركة انشاءتها مخصوص خصيصا للرواد ممكن تخش بدل فيه ناس بعض الناس بتقولها انا ماخدش من الباك القارد امكن فيه خطورة شوية رسل نوصله بالشركة دي ويخش معاه شراكة بالنسبة 60-40 اذا كل الحلول المطروحة لديكم هو فقط فكرة التواصل هي بتبقى فكرة المعلومة كمان ان الشاب يوصل له هذه المعلومة لحليك ذكرتها ان فيه جهة بتعمل ده وبتقدم ده للشباب ودي نقطة مهمة جدا ويمكن ده الدور اللي احنا بنحاول نقوم به انا استاذ انهيك في عجالة الرقم اللي ممكن يتواصله عليه فيه عجالة ممكن تقوله أنا ممكن يتواصله معانا على الواتس على تليفون 010-984-94670 ثاني الرقم 010-984-94670 بشكرك في ساعة طول ايام الاسبوع يبعتون النارسال بتاعتهم لو ما عندهش فكرة مشروع هنقدم له الافكار بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر الساقة مدير اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكرا جزيلا لنحلق معانا ويعني احنا حبينا استاذ ياسر يكون معانا مرة تانية للتأكيد على معلومات سابقة استفاد منها شباب كتير جدا وده دايما بيكون دورنا توصيل المعلومة ممكن الدولة تكون بتقدم خدمات كتير جدا وفرص كتير جدا ولكن لم تصل لشباب زي ما احنا عارفين ان فيه جهات كتير جدا بتحاول منع الأخبار الإيجابية اللي ممكن تكون موجودة في الدولة بشكل كبير فده ان شاء الله يكون دورنا وبالطبع هنتابع مع حضراتكم دايما كل المبادرات اللي بتقوم بيها الدولة خلونا نكمل نقاشنا مع حضراتكم ومعي عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم ناجي الشهابي عضو تنسية شباب الأحزاب والسياسيين أستاذ إبراهيم تحياتي لك أهلا بحراتك وأهلا بكل متابعي خاتكم المتميزة دوما أشكرك يعني طبعا كلنا بنشوف مؤتمرات الشباب وهذه الفكرة اللي استطاعت أنها تكون جسر وتواصل وهمزة تواصل ما بين الشباب وما بين القيادة السياسية وما بين الوزراء وما بين الدولة من جهة والشباب من جهة أخرى كيف يمكن تطوير هذه الفكرة لإستعاب أكبر عدد من الشباب وإزاي استطاعت أنها تؤثر بالفعل على أرض الواقع في الشباب بشكل كبير يعني خلينا أقول لحراتك في البداية طبعا أنه من بعد 2011 ترسخت قناعة لدى القيادة السياسية عموما أو لدى الدولة في هذا التوقيت أنه لابد من حالة حوار مجتمعي واسع مع الشباب بعد ما تجه الشعب المصر لتصحيح مصار المجتمع من حالة القوضة إلى حالة البناء الوطني المتكامل وأعتقد أنه القيادة السياسية بشكل حاسم أولد هذا الحوار أهمية قصة ويمكن كان من أهم ملامح هذا الحوار أنه ما كانش حوار مع نوخة كان حوار مع شباب وكسر مركزية العاصمة وانتقل بها ليشمل كافة محافظات أو كافة النطاقات الإقليمية في مصر حالة الحوار دي كان هدفها الرئيسي وبشكل واضح هو تأهيل جيل جديد من القيالات الشابة في مصر تكون داها القدرة على تحمل مسؤولية هذا الوطن على المدى البعيد الدول لما تنطلق فيه مشاريع النموه بعد المدى بيبقى جزء من محاددات الاستقرار لها أنها يكون عندها صف تاني وتالت هذا الصف التاني والثالت والرابع كمان يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية في أي وقت ومواصلة تنفيذ الخطة وأعتقد أنه كانت مؤتمرات الشباب هي البداية بداية لفتح المساحات واسعة أمام بقى السباب وأمام المجتمع المصري ككل يمكن مؤتمرات السباب أنتجت حالة مهمة جدا هي أنه فتحت الباب واسعا جدا أمام أكبر عملية الصحب المعلومات لأنه مصريين يمكن نتيجة سنوات طويل قوي من عدم ظهور المعلومة وعدم توضيح حقيقة في المشكلات كانوا في حالة كده من حالات أحيز ذائف يعني شايفين مصر ومشاكلها بطريقة ربما تكون غير حقيقية بعض المشاكل كان بيتم توضخمها وبعضها الآخر كان بيتم يعني إشعار المواطنين أنها غير موجودة يمكن كان من أهم ما أنتجت وقتبارات الشباب أنها عرضت الحقائق كلها قالت مشكلتنا فين وطرحت الحلول لها وعرفت أو نقلت للمواطن المصري فكرة هي الدول بتبنى إزاي أنا لما أجي أحل مشكلة ما أحلهاش بشعار ما أقول شي حل نظري لا دعا عشان أقول حل بحط برصب ميزانية وبجيب لها الموارد وبتاخد وقت معين في الاختبار والترقيم وصورة لبرحل في التنفيذ النهائي أو الانتهاء من حلها دي والأهم حاجة يعني لحظناها في مؤتمر الشباب أو مؤتمرات الشباب فكرة التوصيات اللي بيخرج بها المؤتمر وتفعيل هذه التوصيات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات واللي احنا كنا بنرصده بشكل أساسي وبنشوفه بشكل كبير واللي بيصب في الآخر للشباب حليك شايف إزاي ممكن أوسع من دايرة الاستفادة من الشباب يعني الشباب اللي بيحضر طبعا بيستفيد بدرجة كبيرة ولكن كمان المطلقي المتفرج على هذه المؤتمرات إزاي أنقله الثقافة اللي استمدها شباب اللي بيكون موجود داخل هذه المؤتمرات الجزء من دا الصراحة كان من منتجات مؤتمر الشباب لأن الأكاديمية الوطنية للتأهيل وتدريب الشباب كان أحد المؤتمرات الوطنية للشباب كانت أحلى توصيات بالمناسبة ودي أعتقد إطار مؤسس يجب التوسع فيه ونقله مستوياته بشكل كبير جدا لأن تستوعب جزء كبير من الشباب العامل في الجهاز الإداري بالدولة ممكن أيضا أن تضمن مجموعات من الشباب العاملين في المجال العام في الجماعات الأهلية وأيضا في العمل السياسي وإحنا كنا طالبنا بمدرس هذا الكادر السياسي أيضا من المهم جدا أن يكون فيه توسيع لحجم المشاركة وأعتقد أنه لابد أن يكون هناك نقل وبس مباشر لجلسات المؤتمر على وتوسياته على السوشيال ميديا وده حاصل وكل كان بيبقى حديث الساعة في وقت إنعقاده والزي ما قلت الحقيقة أهم حاجة التوصيات والتنوع زي ما حديث ذكرت فكرة التنوع وتوسيع قاعدة المستفدين من هذه المؤتمرات ده طبعا شيء ملموس بشكل كبير جدا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم ناجي الشهابي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شكرا جزيلا نحل لك لوجودت معنا وخلونا قبل ما نكمل باقي حلقتنا مع حضراتكم نروح نشوف أراء حضراتكم في الشارع المصري ونرجع مع حضراتكم أخر أربح سنين أو خمس سنين من أول من مشروعات القومية عملت من أول العاصمة الإدارية وأنا رحت هناك شفت شباب من سن 20 إلى 35 مهندسين شغالين فيها شفت في مدينة العالمين الجديدة شباب شغال فيها شفت المشروعات الصغيرة كلها شباب شغلت كزا مليون شاب وقضت على البطالة وشجعت الاقتصاد وشايف كمان مؤتمرات الشباب حاجة جميلة جدا نافحة نافذة مفتوحة إن الشباب بيقول رأيه فأنا أقايف إن مجهود الدولة ما بتأخرش خالص عن الشباب الدولة عليها دور والشباب نفسهم عليهم دور لكن لازم اللي اتنين يبقوا موجودين مع بعض في نفس الوقت بمعنى إن الدولة عليها إن هي توجه الشباب للدور اللي ممكن يعملوه ومن خلاله الشباب يقدر يقوم بحاجة زي كده فالدولة بتتيح المجال طبعا من حيث الوظائف ومن حيث توفير فرص عمل واستغلال طاقتهم فيما يفيد التخصصات والمجالات اللي الدولة محتاجاها طبعا الشباب هم المستقبل وهم اللي بيعملوا نهضة للبلد فطبعا جهود الدولة لازم طبعا تعمل لهم معسكرات عمل الله أنا شايف الفترة ديت في حاجات كويسة بتحصل في مدينة جديدة بتبني فيه طرق بتتعامل فيه كباري فيه فرص حلوة للشباب تشتغل بس مش 100% من الشباب المصريين قادرين يلاقوا في الحيطة ديت أماكنهم أو شغلهم لأن طبعا مش كل الطايفات شغلة في نفس المجال دوت طيب يمكن الأراء اللي جات أراء حضراتكم جات في هذا التقرير أشارت لنقاط مهمة جدا نقطة مهمة جدا أن حد قال من الشباب أن الشباب نفسهم عليهم دوره ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم أيضا فكرة الآخر مشاركة كان بيتكلم أن مش كل شباب بيلاقي فرصه في المطروح بالعكس الدولة يمكن فتحت مجالات في كل الاتجاهات ما فيش مجال معين تم التركيز عليه وتم إهمال أي مجال تاني يعني أي تخصص لأي شاب هيلائل نفسه فيه وظيفة وليه مهنة ولكن زي ما قلنا الجزء الأول أنه لازم الآن علي دور أن أنا أبحث يبقى عندي أمل يبقى عندي تفاؤل في أن أنا هلاقي فرصة عمل أبدأ بطريقة أو بأخرى والدولة بتساعد زي ما شفنا كده في المشروعات مش مشترتين أي حاجة حاليك بتروح بتقول أنا عايزة أعمل مشروع أنا عايزة أبدأ مصنع وأنشئ مصنع أيا كان الصناعة اللي هتعملها فإذن يعني الموضوع محتاج شوية بحث ومحتاج دور كمان من الشباب زي ما الدولة بتقوم بدور أيضا إحنا كشباب علينا دور كبير جدا خلونا نكمل أراءة حضراتكم ولكن هذه المرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة البرنامج وهنروح مرة تانية للزميلة حنان عاطف ونروح ليك حنان بالطبع مرفت ومشاهدينا يعني تعليقاتكم ووجهات نظركم ما زالت تنهال علينا حول سؤال حلقتنا النهاردة عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر همزة واصل يجي خلوني على طول أعرض مجموعة جديدة أستاذ وخي الغمري بيقول لنا في رسالته مطلوب عمل معسكرات صيفية وشتوية في الأجازات شباب الصعيد بيروح اسكندرية وشباب وجه بحري بيروح يزور لقصر وأسوان بأعداد مناسبة وليس رحلات جامعية محدودة تكون ببرنامج رياضي ثقافي سياحي تشارك فيه كل الوزرات ومش بس الشباب والرياضة فقط طيب خلينا مرة تانية نروح لأكرم حمودة بيقول لنا في رسالته جهود الدولة مش كافية بدون مشاركة المجتمع المدني الشباب هم مزخيرة المستقبل وطاقات كامنة لازم نستفيد منها في مشروعات التنمية المستدامة ونأهلهم وندربهم لسوء العمل وده بيتطلب تعاون الدولة مع المجتمع المدني من خلال الشركات والمصانع والأندية وكمان الفنادق لتجهيز الشباب لسوء العمل مع تنمية وعيهم من خلال ورش العمل وبث روح لانتماء وثقافة البناء والعمل أتمنى الخير لما فيه تقدم مصرنا الحبيبة طيب نروح لمشاركة تانية من السيد سعيد بيقول فيها الشباب لدور كبير جدا ومهم في تنمية المجتمعات وبناءها كمان المجتمعات اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من الفئات الشابة هي مجتمعات قوية وده علشان طاقة الشباب الهائلة هي اللي بتحركها وهي اللي بترفعها الشباب ركائز أي أمة وأساس الإنماء والتطور كمان هم بناء وبنات مجدها وحضرتها وحومتها الشباب هم عماد أي أمة وسر النهضة فيها هم بنات الحضارة وخط الدفاع الأول والأخير عنها ويشاركون في الأمثلة على أدوار الشباب وتعزيز الجانب الثقافي من خلال تعزيز المبادرات طيب مشاهدينا دي كانت بعض الأراء الخاصة بحضراتكم وجهات نظركم عن سؤال حلقتنا النهاردة خلونا نناقش هذه الأراء مع المختصين والمحللين أرجع من جديد لزميلتي ميرفات إليك شكرا لك حنانو شكرا طبعا لكل المشاركات ولا أحد يختلف عن قوة الشباب وضرورة استغلال طاقتهم بشكل كبير جدا لصالح الدولة واقتصادها بشكل خاص خلونا نكمل حوارنا مع الدكتور وائل التناحي وهو أمين عام المجلس الوطني للشباب دكتور وائل تحياتي لك طبعا مجالس كثيرة جدا وجهات كثيرة جدا بتهتم بشباب بكل ما يخص الشاب من نواحي كثيرة جدا ولكن ما يقدمه الجهاز الوطني للشباب في الفترة الأخيرة في ظل اهتمام الدولة بتنمية قدرات الشباب واستغلال طاقتهم بصراحة أنا مش هادر أزيد أكثر مزاد الاستدى لديوكك أو الاستدى اللي كان قابله بتاع مشاركة صغيرة يعني فيه صراء كبير جدا جدا موجود بصراحة والدولة مستدامة مستدامية بشكل كبير جدا جدا بس احنا ممكن نتكلم على بعض الأرقام هي هتبقى يعني الأرقام دايما ما بجزبش زي ما بيقولوا هتبقى لها دلالة أكبر بكتير حتى لو أعادنا نستعرض لأن لو أعادنا نستعرض على المشروعات وعلى الإنجازات اللي بتحصل على الأرض الواقع طب خليني أسعب لك سؤال ونرجع للأرقام احنا دايما بنشوف يعني برضو ده واخدام من آخر مشاركة كانت في التقرير أن مش كل شباب بيلاقي فرصته في المشروعات اللي بتيجي أو بتنشئها الدولة أو بتقيمها الدولة فكرة أن أنا أصل لكل شاب كل إمكانيات شاب أي إن كانت ضعيفة أو قوية وخاصة فيه نوعية من شباب ربما مش متابعة بشكل كبير جدا مؤتمرات الشباب المشروعات وما إلى ذلك ولازم نعترف بوجودها كفئة موجودة في المجتمع إزاي موجة نظر حالتك نوصل لهذه الفئة ونشعرها بكل ما تقوم بيه الدولة من إنجازات ونخرطها داخل عجلة الإنتاج في مصر وعجلة الاحتواء الشباب اللي بتقوم بيها الدولة في الفترة الأخيرة بصف عندما عشان بس نبقى وقعيين أكثر وأكثر عملية هنقول كلام واقعي جدا جدا مفيش دولة في العالم بتوصل لكل شبابها إن هي تقدر تعمل لها كل خدماتها 100% وما فيش دولة في العالم بتشتغل بالجهاز الإداري للدولة فقط لازم يشتغل كله مع بعض ومجتمع المدني لازم يشتغل الشاب والمواطن لازم بيشتغل الدولة بتشتغل القطاع الخاص بيشتغل ودي عملية تشاركية هي اللي بينتج عنها كل النواتج اللي ممكن تتعمل عملية نمو سواء اقتصادي أو اجتماعي أو حتى ثقافي للدولة ككل إن هي بتبقى كلها مع بعضها هذكر الرقمين وهبني على سؤال حضرتك من حيث انتهى السيد المواطن اللي كان عامل المداخلة وتقل سؤال فعلا هو محواري طبعا إنه مش كل الشباب بيوصل لها ده لما نزمة البطالة توصل ل7.5% خلال العام 19-20 إن شاء الله من بعد ما كان 13.5% دي ده لها كبيرة جدا ونزمة التلخم لما توصل لحد 10% برضو في نفس الفترة ده فرق كبير جدا بعد ما كنا 20.25% الدلالات دي معناها إن الدولة ومؤسسات الدولة اللي أنا ذكرتها سواء الرسمية أو غير الرسمية من القطاع الأهلي أو القطاع الخاص أو حتى المواطن نفسه تفاعلوا مع بعض وقدروا يوصلوا مع بعض للنتيجة دي إن ما فيش دولة بتشتغل لوحدها طب ده معناه إن فيه وصول كبير جدا 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 وكانت من أهم أسبابها طبعا المعطيات اللي ذكرها السادة ضيوفك من فترة بالنسبة للوصول للشباب طيب هنا فيه مشكلة كبيرة بتقابلنا وهي إن إحنا بنبني على الدولة بنبني على المؤسسات إنما الشاب نفسه لازم هو نفسه يشتغل على نفسه السادة ويقدر يكون عنده قدرة على التواصل إحنا كنا الفترة الفاتت بنعمل حالي امتداد لتوصيات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدرية وهو نموذج محاكات الدولة المصرية طبعا وشوفنا ووجيت نظر في وصلة فكرة مش كل ملقي على عطق الدولة بالطبع والمجتمع المادلين دور كبير جدا ومؤسسات المجتمع المادلين وقطاع الخاص وما إلى ذلك ولكن أنا بس كنت بعرف من حضرتك إن طبعا نتحدث عن نسب بطالة قلت بالنسب كبيرة ولكن نطمح دايما في المزيد المزيد إن إحنا ندخل نوصل على الأقل المعلومة لكل شاب موجود على أرض الوطن ونقدر نوصل النوعية من الشباب هم دايما المستهدفين والدولة طبعا من ضمن أمنها القومي أو أمنها القومي إنها تحتوي هذه النوعية من الشباب بشكل أساسي بشكرك شكرا جزيلا الدكتور وائل التناحي أمين عام المجلس الوطني لأشباب شكرا جزيلا لوجود حديث معنا وبشكر أيضا حضرتكم مشاهدين الكرامة على متابعة حلقة اليوم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا